يسوع راح لنواحي صور وصيدة صور وصيدة طبعا علاقتها مع إسرائيل بين مد وجزر مرات العلاقة حلوة ولسيما في أيام الملك داود والملك سليمان كان في معاهدة سلام بناتهم مع الملك حرام والملك حرام كان بيبعث الصناع وكان بيبعث المواد الخشب ولسيما خشب الأرز من لبنان وينقلوا لأنه كانوا شاطرين ماهرين في شغل التجارة والبحر أيضا ينقل هذا الخشب إلى ميناء يافا ومن يافا كان يأخذ الخشب لبناء الهيكل في أورشاليم ولبناء بيت سليمان أيضا وأحيانا أخرى كان يكون في نزاعات كان في كون حربات كان يكون في كراهية المؤرخ يوسيفوس كتب عن الصيدونيين أنه كانوا بيكرهونه أي بيكرهوا الشعب اليهودي من ناحية أخرى في أيام الملك هيرودوس أغرباس الأول اللي قطع رأس يعقوب الرسول الأول واللي سجن بوترس الرسول في أعمال 12 مكتوب عنه أنه خطب عمل خطبة وكانوا حاضرين السوريين والصيدونيين وقالوا هذا صوت آلهة والرب ضربوا في أغرب وليمي كان الدود بيوكلوا ومات أيضا وهذا مصدق أيضا بحسب كمان الكتابات التاريخية مثل يوسيفوس بيتكلم عن هذه الحادثة فصور وصيداء فعليا كانوا بيعتاشوا على الخبز من أرض إسرائيل لأنه كانوا بيصدروا لهم القمح والشعير أيضا اشتركوا في القناة